اهلا وسهلا فيكم وصفة ترند جديدة سهلة وسريعة ولا اطيب داينمت تيكن فرايس بالفداية عندي اربع صدور من الدجاج مخل الجلد والعظم عالبورد مباشرة بواسطة سكين حاد راح اخدها من النص بالفداية بعد هيك راح اقطعها لكيوبس بها الحجم كثير مناسب حجم وسط لا صغير ولا كبير هذا الحجم كثير مناسب عندي لوصفة اليوم راح اقطعهم حاول قدر الامكان يكون الحجم متقارب منشان يستوي مع بعضه البعض اثناء القلي خلص الجاج عندي كامل الكمية هيك صاروا جاهزين معي راح اتبل الجاج بواحد ملعقة صغيرة من الملح واحد ملعقة صغيرة من التوم البودر واحد ملعقة صغيرة من الفصل البودر واحد ملعقة صغيرة من البابريكا اخيرا وليس اخرا نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود راح أعطيهم تقليبة مع بعضهم حتى تتوزع عندي التوابل والملح على كامل قطع الجاج بالتساوي حتى ياخدوا نكهة شو بتحبوا أنتوا تضيفوا توابل بهالمرحلة لكم الحرية بهالوصفة ما في مشكلة ممكن لو بتحبوا تضيفوا الصويا سوس أو عصير الليمون برضو بإمكانكم عليهم راح أضيف واحد كوب من لطحين هالخطوة راح تسهل عليكم كثير راح أضيفوا بهالشكل برضو أعطيهم تقليبة حتى أغلف الجاج من جميع الجهات باللطحين بدي أستخدم إيدي بهالمرحلة منشان أحاول أغلف خطع الجاج من جميع الجهات باللطحين والتوابل وأحاول أضغط عليها شوي فقط منشان أعطيها هالشكل بدي أتخلص من فاض اللطحين بهالشكل شوفوا معاي كيف تغلفت من جميع الجهات باللطحين والتوابل والملح وأرصم عندي بهالشكل لتحضير صاصة داينامت راح أنزل بواحد كوب من المايونيز بالإضافة على نصف كوب من الكاتشاب ربع كوب من الهوت سوس أو الشطة السائلة أو السيراتشا واحد ملعقة كبيرة من الصويا سوس راح أخفقهم مع بعضهم حتى تتوزع عندي النكهات مع بعضها البعض بزيت محمى مسبقاً درجة حرارة متوسطة راح أنزل بقطع الجاج حتى أقليهم ويستوي معاي وياخد لون دهبي من جميع الجهات راح أترك الجاج معي حتى يسوي وياخد لون دهبي لمدة ما بين 7 دقائق وال10 دقائق مجرد ما أخد معاي هاللون شوفوا ما شاء الله بدي أرفعه من الزيت وأنزل فيه مباشرة بمصفاي حتى أتخلص من فائض الزيت بشكل كامل بالبولة مباشرة راح أنزل بقطع الجاج وأوزع عليهم مقدار الصوص الداينميت صوص عليهم بشكل كامل بدي أعطيهم تقليبة مع بعضهم حتى يتوزع عندي الصوص على كامل قطع الجاج طبعا الريحة ما شاء الله ولا أطيب من هيك وبهيك الجاج صار عندي جاهز للتقديم في طبق التقديم راح أضيف مقدار 4 كوب من البطاطا المقلية بعد هيك راح أوزع عندي قطع الجاج بهالمرحلة بيحال حبيت ويضيفوا أي نوع من الخضار بإمكانكم هلا بينوا سلايز أو الخيار برضو بتحبوا مكبوس برضو بيصير راح أوزع عندي قطع الجاج لغاية التزيين أنا فرغت مقدار 2 ملعقة كبيرة من الرانج صوص بكيس الحلواني التزيين هو خطوة اختيارية بإمكانكم تستغنوا عنها راح أوزعها بشكل خيوط على طبقي بهالشكل بإن كانكم تستغنوا عنه أو تستبدلوا بالكاتشاب أو الماسترد لو بتحبوا برضو أو المايونيز لكم الحرية بها الوصفة عليهم راح أضيف مقدار ربع ملعقة صغيرة من الأوريغانو اللي هو الزعتر المجفف برضو هو مكون اختياري فقط من شان أعطي تناسق وأعطي كسر للون خلينا نجرب طبقنا مع بعضنا وناخدوا بهالشكل لون الجاج والريحة والنكهات طبق ولا أطيب من هيك وبالعافية عليكم